بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم من مطبخ أبو السجد على النادي أجبكم مترونج باتيسري كارامال لجو ما شاء الله ضوء كارامال جو روعة 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 أحبائي وصفة بدون بيض بدون بيض جد جد اقتصادية في متناول جميع ونصلا أتعجبكم والتدقوها كما نعرف الكل في أي وصفة فيها مقادير وفيها كيفية تحضير ونرى بعضنا كيفية التحدي والمقادير ونرح نرى يلا روح نرى يلا روحوا أنا فقط أستسمحكم أنكم تدعو الإخوانكم في غزة أدعوهم بالنص المبين إن شاء الله والهزيمة للإسرائيليين الهزيمة لليهود الغاشمين ومن ولاهم ومن بطح إليهم النفطة والتعامل عندي كاس حليب 220 مل يكون داتا قليلا هذا الحليب يكون داتا قليلا لدي كاس إلى ربع زيت لدي كاس إلى ربع سكر ودي ملعقة كاكاو بني ومرة ودي كيس ونصف خميرة الحلويات لدي كيس ونصف خميرة الحلويات يعني 15 غرام لدي كاس فارينة وملعقتين لدي عطر كارانال لدي الفانيلا لدي رشة ملح ودي ملعقة كبيرة تأخل هنا في رسيبيان نضع أول حاجة لحليب تاني قلنا الحليب يكون دافئ نضع الصكر ونضع رشة ملح نجيبه فوي وندوب هذا الصكر يعني شوية يدوب يعني شوية ونبعد رح نضيفه المكمية الأخرى هنا ضفت ملعقة صغيرة الفانيلا رح نضيف عطر الكارانال ليعطينا الضوغ كذلك ما شاء الله وعندي كاس إلى ربع زيت نحطه دفعة واحدة ونجيب هنا الفوي تاعي ونبدأ نحرك جيدا حتى تتمازج كل مكونات مع بعض نبقى نحرك حتى يعني هذا الزيت نبقاش يعني فوق السطح الخليطة هذا نجيبه فارينة وهو كاس الأول رح نضيف هنا ملعقة كبيرة كاكاو بني عندي كيس ونصف خامرة بمعدل 15 غرام حضرت كيس الأول ونضيف نصف كيس أخر جاتنا كيكا بسم الله ما شاء الله كيكا ولا عروة صدقوني ولا عروة تقدر تجربوها اقتصادية بيد بيض كمية قليلة مكونات موجودة في كل بيت إلا الشنطي رأنا نشريها ولي عنده محتفظ بها خلاص سماء هنا ضفت ملعقتين فارينة مرة أخرى يعني ضفت كاس وملعقتين نضيف هنا ملعقة كبيرة الخل وهو الخل محسن كان بعض الخروات قالوا لي وش تضوط الخل الخل هو يخليها خفيفة ومحسن يعني كيكا تطلع لا تجيد لا تحبط نخلط جيدا هنا ونجيب هنا فارينة نحط فيه شوية فارينة أنا كنت دهنته بالزبدة انتم تحبو الزيت أو زبدة أو سمن الطول 30 العرض 23 شوفوا نحط الفارينة في كل جهات في الحواف في الوسط مع الجوانب هكذا كيكتنا ما تستقش معنا ونحيوها بكل سهولة نقصها تتقص لنا بكل سهولة نكمل هذا الفارينة كاملة ونجيب الخليط شوفوا الخليط إذا قيناه شوية يعني عاقد يابس فبا نحطوه يابس لازم يكون هكذا يكون تريق جاري شوية بش تطلع معنا إذا قيناه بشوية نضيف للملعقة كبيرة حليب فقط ونخلط بالفوية جيدا ثم نصف هنا كما كنت رأيكم في البلات 30 على 23 أنا نحط فيها هنا وذكر رحة الكراميل بسم الله ما شاء الله وحد الرائحة ولا أروا نحط مع الجوانب هكذا نعدلها مليح ونخبط خبطات هذا لكي تكون كل قد بعض يعني لا تكون جهة طلعة وجهة هابطة بعد ندخل الفرن على 180 درجة مئوية نطيبها في الأسفل حوالي 4 ساعة 20 دقيقة ونضعها في الوسط أو عفوا نضعها في الأسفل ونضع النار من فوق ونضع ونخرجها هنا نذهب للشانتي ونضع كاس للشانتي ونضع كاس للربع لتكون بارد من التلاجة هنا فقط الكمية هذه لا تكفي لنضع ضفت مرة أخرى هنا ضفت غرام أخرى ونضع 150 وضفت 50 غرام يعني 200 غرام كرام شانتي 100 غرام 10 000 200 غرام 20 000 يعني في هذه الكيكة هي اقتصادية ولكن كرام شانتي يدين المبلغ أكثر لماذا نقل في روحنا ونأتي مرة في الشهر الشهرين ليس مشكلة وعندهم محتفظ به في الضار يكون أحسن تزوج كليل وهذاك يعمل 150 000 نستعمل أميرة أو بلانشناج هم الذين يخرجوني ما شاء الله هنا نحكم مية فقط لتزيين حوالي منعقتين أو ثلاثة والباقي سنضيف عليه عطة الكرام ونجيب البطير ونبدأ نضرب البطير يعني كيكا هذه بدون بيض ولكن الكرامال يعني زاد فيها ضوقة ورائحة بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نحن نحن نجيب ونبدأ اللم فيها ندخل هذه التلاجة ومعد نخرج كيكا نجيب تبرد يعني تماما نجيب تبرد ونذهب نشرب هنا كيكا رايباردة خرجتها حطيتها فوق طويل العمل سنجيب نصف كاس نضيف ملعقة عسل وقبل نضيف بالتقاب حتى تشرب مليح اللي يحب يشرب ها يحب يشرب ها أنا حطيت نصف كاس وملعقة كبيرة العسل بالتقاب مع الكارنال العسل يجينا روعة 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 ضوء بسم الله ما شاء الله يحب يشرب ها بشرب أو بالحليب فيه قهوة أو شوكولات ليس مشكلة يعني تشرب وكيكا تشرب لكم الاختيار تشرب ها بأي حاجة تحب لكم ومن بعد جبت السمطي ونبدأ نضيف هكذا من فوق الجوانب نعدلها كاملة ونبعد هنا سألسيها وجي والأروعة نكملها معكم ونرجع بعد ما نضفت الحواف والأروعة وليس اهم لها اضبت الدباع جاهز العلبة 20 ألف وحضرت كمية من فوق هذا ونجلب السمطي ونبدأ نعدل فيه هنا أحب الدباع يكون قوي قوي كالطرد لكي اضبط ونضيف لأن ضغط صدق ماشاء الله ماشاء الله لكن نعدل هذا ونجلب هذا الشمطي الذي نحن منه في الأول نضيفه في بوش ونبدأ نزين بالخطوط هذا هنا فقط يجب تترعب يعني الخطوط لا يوجد ولكن أنتم إذا تريد تزين لا تزين بشانتي تزين بشيلي أو تزين بشوكولاتة كما تحب تزين روخ تياري دائما نقول تزين أو روخ تياري كل شخص يحب فايزين تحب وتخليهم هذا لا يوجد دائما جاهز لإدباع يستطيع أن يعمل في البيت يعني سهل مهل كما كما تحب ثلاث ثلاث نجد تحكم مليح حوالي الليلة أو حتى 4 ساعات ثلاث 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 انتم تزيين مشكلة كما تحبون نرفع بعضنا هنا قطاع اثنين كما كما تشوفوا شوفوا الاشنطيه هذه والكيكا في الاسفل يعني جدا خفيفة ومشربة بسم الله ما شاء الله تقدروا تجربوها وتقدروا انكم تستغنوا عن الباتسري اللي تبيعوا في المحلات صحيح يعني هي مفيهش البيض لانه البيض هو الاساس ولكن مع غلاء هذه السلع وغلاء هذه المكونات يعني رح نديروا هذه اقتصادية بحليب وجينا ما شاء الله شوفوا كيفها نقصن فيها وتكون ترية ترية ما شاء الله نارة باردة متماسكة جات ولا ارواع ولا ارواع ولا ارواع اذا حبائي هذه هي كيكا اللي خدمتها من بعضنا اليوم شرح يكون عجبتكم ونتمنى انكم ربي وفقكم ويعطيكم التمنو ولا تنسوا الدعواتكم لاخوانكم بغزة ربي انصرهم على اليهود الغاصبين وان شاء الله ربي يتبتنا ويحفظنا ويبارك فينا وفي اموالنا واولادنا نبقى نقولكم تهلوا في الوحكم والسلام عليكم التواصل القادمة ان شاء الله ولا تنسونا بالدعاء كما لا انساكم بالدعاء لا تنسوني بذلك الاعجاب او رمز الاعجاب السلام عليكم اشتركوا في القناة